ما يزال مقترح الاتفاق الذي تقدمت به الجزائر الهادف إلى تحقيق سلام في الشمال المالي يذير المزيد من اللغط والجدل بعد أن وقعت عليه بعض الحركات الأزوادية ورفضت أخرى التوقيع معتبرة إياه يتنافى وطموح وانتظارات الشعب الأزوادية منسقية الحركات الأزوادية المكونة من الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية الأزوادية أعلنت من جديد عدم سعيها للتوقيع على الاتفاق بعد أن أعلنت الحكومة المالية أن المنسقية ستوقع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق منتصف شهر بريل الجاري مصادر تقول إن منسقية الحركات الأزوادية تواجه بعض الضغوط من طرف الوسطاء الدوليين من أجل التوقيع على الاتفاق الذي سبق وأن رفضت توقيعه شهر مارس الماضي إنقسام الحركات الأزوادية الذي كان حاصلا من قبل يقول البعض إن مقترح الاتفاق الذي تقدمت به الجزائر مؤخرا زاد من اتساع هوته وربما يتضاعف حجم الهوة لاحقا ما دامت لكل طرف حساباته الخاصة ورؤيته بشأن حل قضية الإقليم مختلف الأطراف تبدل استعداد والتمسك بالحوار كحل للأزمة القائمة منذ عقود لكنها لا تستبعد في ذات الوقت العودة إلى مربع حمل السلاح من جديد رغم أن كل الأسلوبين سبق وأن جربه لكنهما لما يستطيعان بعد حسم القضية الصراع الأزوادي المالي تجاوز مجرد الصراع الداخلي يقول البعض إلى فضاء أرحبه أصبحت فيه حسابات دول وحكومات خارجية أخرى تلعب دورا كبيرا في مسألة الحسم ما يجعل من الصعب التوصل إلى حل مشترك ومتفق عليه لكن الأمر يبقى دوما في دائرة الصعب للمستحيل